أصدى الله أوقاتكم حلقة جديدة من حلقتنا الحديث مباشرة عن التهامي القلاوي مثل الحديث عن إمبراطورية مترامية الأطراف بها الكثير من الحدود والألغاز والعلاقات والأسرار والشبكات المعقدة التي يكشفها البحث التاريخي شخصية يلفها الغموض وتجمع بين التهامي القلاوي وخادمه المخلص والمطيع وجلاده المسمى إدير أو إدار وهو العلب السوداء للباشر القلاوي والذي يتمهى معه تقريبا ويدوب في شخصية التهامي القلاوي والسؤال الكبير من هذا الرجل؟ ذو البشر السوداء الذي وضع التهامي القلاوي تقته الكاملة فيه وكيف اختاره وكيف نفد أوامره بدقة وكيف استطاع إدير لمزاوري أن يدير شبكة كبيرة من البرديلة داخل مراكش وهنا نطرح سؤال الضعارة وكذلك داخل المغرب وخارجه تابعة لنفوذ وسلطة التهامي القلاوي ومن جهة أخرى لماذا كان هذا الرجل يعني جلاد التهامي القلاوي في أقبية قصره؟ لا تذهبوا معنا ابقوا معنا لاكتشاف هذه الشخصية الغامضة للإحاطة بشخصية إدير أو إدار لمزاوري القلاوي والذي تربطه كثيرا علاقات وقيدة بشخصية التهامي القلاوي المزداد عام 1870 بينما إدير الصغر منه بعشر سنوات تقريبا أي أنهم من مواليد 1880 وكلهما ينتميان إلى عهد السلطان الحسن الأول في هذه الفترة على من شأن المدني القلاوي سياسيا وكذلك صعد نجم المزاوريين بعد اكتشاف منجم الملح بأزرود والذي كان يمنح لمزيد من المال على المستوى الاقتصادي وكذلك تولي جد التهامي القلاوي أحمد المزاوري منصب شيخ قبيلة تلوات ومن عادة القبيلة تعليم الأطفال بالكتاب التابع لقبيلة المزاوريين ومعها أيضا أخذ تكوين عسكري عن أساليب الحرب وقد رافقت تهامي القلاوي وإدير المزاوري نفس الخطوات في الحركات المخزنية التي كان يقوم بها المدني القلاوي لإخضاع القبائل المتمردة في سياق تقوية العلاقات مع الحسن الأول أو للارقية زوجته أو مع الحاجب بحمد أو مع السلطان المولى عبد العزيز من هنا استغلت تهامي القلاوي شبكت هذه العلاقات القوية مع المخزن والتي نسجها خاصة شقيقه المدني القلاوي وكذلك ضعف السلطان المولى عبد العزيز وضعف السلطة المركزية وسياسة الاقتراد التي نهجها السلطان عبد العزيز التي أضرت بالسلطة المركزية والتي يعني في إطار الصراعات مع شقيقه المولى عبد الحفيد الذي وقع على معاهدة الحماية في 30 مارس 1912 من هنا أصبح التهامي القلاوي الرجل القوي وسط وجنوب المغرب رفقة خادمه الدير المزاوري والذي بقي كذل يرافق سيده في حله وترحله كما يقال يتعلم منه الكثير وينفذ أوامره بدقة فما الذي قام به الدير المزاوري هذا ما سنعرفه لاحقا خلال هذه الحلقة للإشارة التهامي القلاوي لا يمثل نفسه فهو يمثل المزاوريين وقلاوة كذلك لذلك اتسعت أملكهم حسب بول باسكو معالم الاجتماع في كتابه الفترات الكبرى للقيدية يستعرض أن أسرة التهامي القلاوي تملك فقط في الحوز أكثر من 16 ألف هكتار في الحوز وأكثر من 25 ألف هكتار مسقية دون أراضي البور وكذلك 660 ألف شجرة زيتون بمعنى تفوق ممتلكاته ممتلكات السلطان وهذا يعني في المحصلة يعتبر أكبر تركز عقاري في المغرب في أهد الحماية وضع بين يدي التهامي وأبنائه طيلة أكثر من 44 سنة وخضع لحكمه أزيد من مليون ناسمه بالعودة إلى شخصية الدير وتعني بالأمازيغية الحي جلب إلى قصر تامي القلاوي أزيد من مميات مره بعناية كبرى بين جارية وخليلة وخادمة بمواصفات معينة ودقيقة جدا أولها الجمال المطلوب على اعتبر أن التهامي القلاوي كان يقيم العديد من الحفلات والصهارات ويأتي إليه يعني العديد من المشاهير القلاوي بالمناسبة تزوج خمس مرات شرعا لكنه كانت له أزيد من يعني داخل القصر أزيد من مئة خليلة وجارية وعشق المتير في الأمر أن إدير كانت له وظيفتان أساسيتان داخل القصر فهو يعتبر جلاد القصر نظرا لذخمته وطوله وقوته وبأسه وكذلك من ملامحه التي تبعت على الخوف وكذلك أنه معرف عنه العنف المفرط والبطش الكبير يهبه الجميع وكلمته مسموعة وتنفذ على الفور خوفا من العقاب الشديد وهو الذي كان يتولى صحق وتعديب المعارض لسياسة التهامي القلاوي حتى يهبه الجميع داخل أقبية ودهاليز القصر المخصصة كسجن كبير خصوصا بعد توقيع معاهدة الحماية وكذلك بعد توسط الصدر الأعظم محمد المقري وهذه مسألة أساسية صهر الباشا القلاوي في أن يصبح باشا مدينة مراكش بعد سنة 1927 وهنا ازدادت مكانة التهامي القلاوي على المستويات السياسية والشماعية والمالية كذلك الوظيفة الثانية وهنا النقطة المركزية في هذه الحلقة أن أيدير المزاوري هو المسير الفعلي لأكبر شبكة للدعارة والبغاء والبرديلات في مراكش والمغرب وإسبانيا فحسب المؤلف الفرنسي كي دولابوان في كتابه ليوطي جوان محمد الخامس نهاية الحماية كتب أن التهامي القلاوي كان أكبر بارونات الوساطة في الضعارة حيث كلف أتبعه ومن بينهم إيدير المزاوري بمراقبة عدد كبير من دور الضعارة التي كانت تضم أزيد من ستة ألف عاهرة واللواتي كنا ملزمات يعني بالقوة على دفع ما يناهز ميات فرنك فرنسي كل يوم مقابل الترخيص لهن بمزاولة المهنة حيث امتدت شبكة البرديلات إلى شمال المغرب وإسبانيا وذلك لقوة نفوذ تهامي القلاوي الذي أصبح خادما ومنفدا للسياسة الاستعمارية الفرنسية والإسبانية تأكيداني على هذا الكلام يعني تأكيدا على هذا الكلام يأتي من مؤرخ كبير جون لويس مييج المتخصص بمؤلفات كثيرة تناول فيها العلاقات المغربية الأوروبية ففي كتابه مغرب بلا قناع يقول أن التهامي كان أكبر مستفيد من المواخير والبرديلات التي تزخر بها مراقش والتي كانت تتجاوز 3000 ماخور مسألة أساسية أن خليفة الباشا يعني الباشا التهامي القلاوي المكي وكذلك ابنه إبراهيم التهامي القلاوي وكذلك إدير المزاوري لعب أدوارا مهمة وكبيرة في توسيع حجم عائدات الضعارة والبرديلات واستغلالها على المستوى السياسي والمالي ولعب إدير المزاوري دورا كبيرا كجلاد ومسير لشبكة الضعارة وجني الأرباح منها وما خفية كان أعظم في الختام بعد حجز ومصادرة أملكة التهامي القلاوي سنة 1958 باعتباره من الخوانة والحكم عليه بتجريده من الوطن لمدة 15 عاما والهجوم على قصره وعلى ممتلكاته وتعرض بعد أتباعه وخدمه للقتل والملاحقة من طرف المنتقمين طوارئ الدر المزاوري عن الأنظار لمكان مجهول دون معرفة تفاصيل نهايته نظرا للعلاقات القوية والمتشعبة مع المستعمر الفرنسي والإسباني وظل كشخصية أسطورية غامضة تحمل العديد من الأسرار وعلبة سوداء لأسرة تهامي القلاوي ومعلومات هنا وهناك متناطرة حول مصاري شخصيته هل اعتقل أم هرب الرجل إلى فرنسا بأمواله أم قتل أسئلة تاريخية معلقة تجيب عنها بعض الكتابات التاريخي الأجنبية والأرشيف الفرنسي والإنجليزي والإسباني في فك طلاسم هذه الشخصية التي يلفها الكثير من الغموض في مغرب الحماية نأتي بحول الله على نهاية هذه الحلقة شكرا لمتابعتكم وتعليقاتكم الجميلة كل المنا وإلى لقاءات متجددة بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا وفلاشين يوتيوب وبركاته الفيديو مع صاحبكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوا تدير الجميع